شعار يحث على البناء فوق جدران مدرسة متهالكة مدرسة راوك الحكومية هي الوحيدة الواقعة في منطقة راوك بمديرية ساه بوادي حضرموت والتي تشهد تدهورا ملحوظا في ثمانينات القرن الماضي شيدت المدرسة على نفقة الأهالي ليلتحق أبناءهم بركب العملية التعليمية والمعرفية واليوم بعد كل هذه العقود التي تعرضت فيها المدرسة للإهمال بدأت عمدتها وأبوابها تتهاوى يوما بعد يوم البنية تكاد معدومة بشكل عام في المدرسة مدون تأسس هذا المبنى وهو على الأهالي في سبعة وثمانين لم تبادر أجهة حكومية بترميم هذا المبنى أو صيانته أو البناء فيه فنحن ناشد الجهات المختصة أن تنظر بعين الاعتبار إلى هذا الصرح التعليمي وأن ينتج لهذا المبنى من الوضع الذي هو فيه فنحن ناشدهم بأن يأتوا يبنوا مدرسة جديدة لأننا نحن في ريف فلابد للحكومة أن تنظر إلينا المدرسة تقع ضمن نطاق مناطق الامتياز النفطي في مديرية ساه فلم تبادر أي يهة حكومية أو خاصة في ترميم المبنى طوال الفترة الماضية وهو ما عرضها لكل هذه التشققات الأمر الذي أصبح يقلق الطلبة خوفا من أن تسقط الجدران عليهم فالمعاناة لم تقتصر فقط على المبنى بل تعاني المدرسة أيضا من مشاكل عدة منها نقص الكادر التعليمي والكتاب المدرسي بالإضافة إلى الأثاث المدرسي ومن أهم المشاكل هو قلة الكادر التعليمي وذلك من بداية العام الدراسي عانينا إلى حد أننا في المدرسة متواجد حوالي ثلاثة مدرسين مدرسين إسلامية متواجدين لكن تقريبا باقي التخصصات كانت تكون معدومة على الرغم من افتقار المدرسة لأبسط مقومات العملية التعليمية إلا أنها ساهمت خلال الفترة الماضية في تخرج العديد من الكوادر في مجالات مختلفة كيف يستطيع هؤلاء الطلاب أن يدرسوا في مثل هذه المدرسة الوحيدة والمتهالكة التي توشك على السقوط في أي لحظة حدد مساعد قناة بلقيس من مديرية ساه اشتركوا في القناة